تارة يتمركز هنا ومرة ينسحب من هناك فالوضع لا يبدو مستقرا للحرس الثوري الإيراني في مدينة بوكمال بيدير الزور فجأة ودون سابق انذار يشاهد الناشطون هناك عدة وعتادا لميليشيات إيرانية تنقل على عجل من مقرين رئيسيين في المدينة أحدهما في قرية الجلاء والثاني قرب مسجد الرحمن ليس العتاد فقط العناصر برمتهم أيضا نقلوا إلى أين الوجهة يبدو أنها ستبقى مجهولة على الأقل في الوقت الحالي إلى المنازل القريبة من تلك المقرات بين البساتين وإلى مباني مجهولة تنقل هذه الميليشيات بشكل مؤقت وذلك بحسب ناشطين من المنطقة أكدوا أيضا أن الحرس الثوري يعمل على تغيير مقرات تلك الميليشيات بين حين وآخر وذلك تجنبا لضربات جوية محتملة يقول عسكريون إنها إسرائيلية تلك الضربات التي استهدفت منذ أيام فقط مواقع لهم قرب البكمال نفسها ما يسمى مجمع الإمام علي قرب المنطقة الصناعية على وجه التحديد لتقتل ما يزيد عن عشرين عنصرا منهم توزع بين إيراني وعراقي مهمة هي البكمال بالنسبة للحرس الثوري الإيراني مهمة هي أكثر لمن يقوده والمقصود هنا قاسم سليماني سليماني الذي تولى بنفسه عمليات الاستيلاء عليها منذ أكثر من عام عمل أيضا على نشر ميليشياته في كل مفاصلها ميليشيات تقوم على عناصر أفغان وعراقيين وأيضا إيرانيين كانت ممارساتهم الطائفية وانتهاكاتهم سببا بهروب قسم كبير من الأهالي خارج مدينتهم باتجاه مناطق أخرى كل واحد ما يرجع رح يتصفى إن شاء الله بإذن الله وانتذبحكم كل ياتكم